الشفاء وبحجة أنهم صلاح وأنهم شيوخ وما هم إلا طواغيت وسحراء يعبدون مع الله تبارك وتعالى البرعي المكاشفي الركيني تانفي منه الصايمديمة اتقال الليل نحن عندنا معان مشاكل مشاكل سخصية بس نحن ما نجيب إسماء يزول ما نقول بس أنا أدس واحد بجانا أقول محمد والدحمد ده ما يعبدوه ده ما فيه عقيده أنا ما بجيب لك إسم زول ساكد نحن منجيب إسماء الناس اللي فيهم عقايد عشان كده الناس بتحركوا فيهم أسي كان وقفت في الجامعة ده قلت الناس ما يعبدو ميسي مع أنه اللي ورا كده بتلقى في ناس بيعبدوه لكن كان قلت للناس ما يعبدوه يقول لك الزلد مجنون أو لشنو يخ ما في زول قاعد يدعو يا ناس خلاص البرعي ما تدعو لا 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 ما تقول إسمه ماذا هو الشرك ذاته ده الشرك بالله الشرك بالله بل ما وقف عند هذا الحد يعني هو ما وقف هو أصبح يؤلف له الكتب الشرك بالله يا ناس الشرك بالله تؤلف له الكتب يعني مش كلام سايح كده حاصله واقعه والموضوع لا 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 ده دعوة عديل دعوة دعوة إلى الشرك بالله دعوة مستمرة إلى الشرك بالله تؤلف الكتب وتطبع ولا طبعات جديدة بالسنة الأخيرة 2016 بتلقى كتاب مطبوع في الشرك بالله ينقح ويراجع ويطلعوا لك شرك جديد كرت كان في حاجة كده فيها توحيد بيزحوها لك بيجيبوا لك حاجة تانية شنو؟ فيها الشرك بالله الشرك بالله تطبع له الكتب ويصرف فيه الأموال ويتعب فيه الناس لكي يدعو الناس إلى الشرك بالله وغاشين المسلمين مفهمونهم من الإسلام التعارف الله الخالق والله الرازق والله المحي والمميت والمدبر انت كده مسلم غاشين الصوفية جهلة الصوفية غاشينهم تربوا على الشرك بالله لذلك يصفونا نحن دعاة التوحيد ونسأل الله أن يجعلنا منهم يصفوننا بأنكم التكفيريون وهو لا يفهم ما معنى الكفر ولا يفهم ما معنى الشرك ولا يفهم ما معنى التوحيد ويقول ليه كلمنا في الطهارة وكلمنا في الوضو وكلمنا في الصلاة وكلمنا في الحج وكلمنا في الزكاة هذه العبادات ليس فيها خلاف وإنما الخلاف هو في العقيدة ولا بد من وقوع الخلاف لا بد من وقوعه بتجد يعني دعوة الرسل يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خالفوه وعارضوه ووقفوا أمامه ووصفوه بأقبح الصفات فكيف لا تعارض أنت كيف لا تعارض أفضل الخلق وأشرف الخلق وأفضل من دعى الناس وأفضل من تكلم عورض وشتم وحاولوا قتله فكيف لا تعارض أنت وأنت تدعو بدعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فلذلك خلاصة هذه الدعوة هو أن يدعى الناس إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وتلامس في واقعنا اليوم ويحق الحق ويبطل الباطل يحق الحق بدعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ويبطل الباطل بمن يخالف دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولا كرامة للشخص إذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم في أصل دعوته وإن كانت له لحية وإن طالت لحيته فوصلت الأرض وطالت عمامته ووصلت السماء مادام أنه يخالف دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولا يدعو بها فهذا يحذر منه ويذكر باسمه وتذكر مخالفته لدعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأعظم من يحارب دعوة الأنبياء والرسل هم الإخوان المسلمون الإخوان المسلمون في السودان الإخوان المسلمون في مصر الإخوان المسلمون في الكويت الإخوان المسلمون في السعودية هؤلاء الناس هم أعظم الناس محاربة لدعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لماذا؟ لأنهم يدعون الناس إلى التفجير وإلى التكفير ومن يفجر ومن يكفر هم المسلمون محمد العريفي محمد العريفي معروف دكتور محمد العريفي هذا الرجل خارجي يدعو الناس إلى المظاهرات ولا يدعوهم لدعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام القرضاوي هذا كما قال الإمام عبيد الجابري حفظه الله تبارك وتعالى قال القرضاوي إمام في الضلال وليس في الهدى وحرّض الناس على الدمار وعلى الخراب في سوريا وهذا هو الواقع الواقع نحن شايفينه الآن حرّض الناس للدمار والخراب في مصر وفي سوريا وفي كل البلاد الإسلام وكذلك سلمان العودة وناصر العمر ومنهم أيضا عايض القرن ومنهم أيضا الكويت ذاكي اسمه منه طارق السويدان هذا قال قال الحرية عندي مقدمة على تطبيق شرع الله القرضاوي نفس الكلمة قال قال الحرية عندي مقدمة على تطبيق شرع الله فهؤلاء الناس ضلال والذي فطر السماء وهم المنتشرون في الإعلام والمنتشرون في التلفزيون في هذه الأجهزة ينتشر هؤلاء الناس دعاة الضلالة ودعاة الغواية والذين لا يهتمون بتبصير المسلمين في عقيدتهم وإنما يهتمون بالخروج ويهتمون بتفجير الناس هو قاعد ويدعو الناس إلى التفجير والتكفير هو قاعد ومنهم عبدالح يوسف قاعد بجاي في جبرة عبدالح يوسف هذا هذا تكفيري جلد زل تكفيري ولكن كثيرا من الناس يخدعون به إذا أردت أن تعرف الرجل فاقرأ ما كتب اقرأ ما كتب وابحث عن من يخالفه حتى تعرف الحق وهذا الرجل لا يدعو بدعوة الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام وإنما همه هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم طلاب دنيا هذا وبن لادن وعبدالح يوسف وغير وسعيد نصر وغير من الجماعات التي غلبتها دعوة الناس إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وغلبهم إنكار المنكر وأعظم المنكر في بلادنا هو الشرك بالله تبارك وتعالى ده ما أعظم منكر؟ مش أعظم منكر ده؟ هل أعظم منكر هو التبرج؟ هل أعظم منكر هو الغناء؟ هل أعظم منكر هو شرب الخمر؟ هل هذه أعظم المنكرات؟ دي دعوة الأخوة المسلمين بتلقاه في الموضوع ده بس وإن هذه الخمر أنت ذاتك مخمور رأسك ذاته مخمور ما بيعرف دعوة الرسل ذاته شنو؟ الرسل ما كان دي ده ما كان كلامهم ما كانوا يدعون الناس إلى هذا قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله دعا إلى الله يعني شنو؟ ما معنى دعا إلى الله؟ الصوفية يقول لك دعا إلى الله يعني أزن لا يا زول تم فهم؟ دعا إلى الله معنى دعا الناس إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة ده أحسن شيء ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فهذه هي أذى ما أردت قوله ويسره الله تبارك وتعالى لي وأفتح الفرصة للشيخ ماله